أهلا بحضراتكم في تغطية جديدة خاصة عن أحوال التقص المتوقع خلال الساعة والأيام القليلة المقبلة حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اعتبارا من الغد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 7 درجات على كافة الأنحاء وذلك من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء الثامن من مارس وأيضا مشاهدين تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الخميس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليشهد تقص معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ماء البرود على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للدفء على شمال الصعيد دافئا على جنوب الصعيد الشديد البرود ليلا على كافة الأنحاء أيضا أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الغد يشهد نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد مع فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرية خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية أشارت الهيئة أن الأرصاد يعني أن الشتاء لم ينتهي بعد وما زال آمنا أمامنا عفوا ثمانية عشر يوما ليبدأ فصل الربيع أضافت الهيئة إلى أن هذه الفترة من كل عام تشهد تقلبات جوية ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح وأتربة وشبورة أحيانا أيضا حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يوم الخميس حيث ترتفع الأمواق من ثلاثة إلى خمسة أمتار مع وجود نشاط رياح منحوظ وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حركة الملاحة على البحر الأحمر تكون بين معتدلة لمضطربة وارتفاع للأمواق يتروح بين 2 إلى 5 متر والرياح الشمالية غربية أما عن الظواهر الجوية متوقعة اليوم الخميس فإن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمتار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرية على فترات متقطعة بالإضافة إلى سقوط أمتار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة على فترات متقطعة ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرية وسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 إلى 70 كم في الساعة وارتفاع الأمواق من 3 إلى 5 أمتار بالنسبة للظواهر الجوية متوقعة يومية الجمعة والسبت الرابع والخمس من مارس تتوقع ظهور شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد وبالنسبة ليوم الأحد 6 من مارس يتوقع أن تشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية شمال الصعيد على فترة تكون متقطعة كما يتوقع ظهور شبورة مائية الاثنين في 7 من مارس على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات أيضا تكون متقطعة وبالنسبة لدرجات القرارة ليوم الخميس القاهرة العظمى 20 درجة والسورة 10 درجات اسكندرية العظمى 17 درجة والسورة 11 درجة مطروح العظمى 17 درجة والسورة 11 درجة سهاج العظمى 22 درجة والسورة 9 درجات قناة العظمى 23 درجة والسورة 10 درجات أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة وسان كاترين العظمى 16 درجة والصغرى 3 درجات إلى هنا تنتهي هذه النشرة القوية من تلفزيون اليوم السابع شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء